برج الحوت بداية خلي اقول لك الطاقة العامة اللي انت بها حاليا البعض منكم يا برج الحوت المتزوجين بالاخص اخص بهم المتزوجين حق لكم الطاقة للمتزوجين والعزاب ايضا المنفصلين طاقة العامة للمتزوجين اشوف ممكن انه تكون عدكم بالفترة الحالية فرحة عائلية ولادة جديدة اكو تجدد ممكن يكون مصالحة انت بالفترة الحالية بوضع مصالحة على الصعيد العائلية چذ شبه اتمر مشاكل بتسابق وهسا المشاكل لا تحسنت ممكن لبعض منكم تكون هذي ورقة انتقال فممكن يكون برج الحوت انت اما انتقل لبيت جديد وعندك اصلاحات بالفترة الحالية قاعد تحاول انه اتمامها لانه هاي ايضا ورقة انتقال فبعض منكم ممكن يكون منتقل لبيت جديد او حتي منتقل الى محافظة اخرى او حتي دولة اخرى وبالفترة الحالية عنده اصلاحات والبيت قاعد يحاول يصلحها اما البعض الثاني ممكن ممكن تكون انت بالفترة الحالية قاعد تعيش مناسبة عائلية او خبر عائلي مفرح جايك وده تحتفل به بالفترة الحالية او انه انت نفسك ممكن تكون قاعد تحتفل بخبر يخصك انت بالنسبة للناس المرتبطين اشوف ان المرتبطين من برج الحوت اكون موضوع زواج شاغلكم وبهاي الفترة قاعد تفكرون بهواية هذا الزواج ممكن يكون من شخص من برج ناري خاص اذا كان شخص برج القوس لانه ظهر عندكم بالعاطفة او حتى برج الاسد او الحمل عفوا ممكن هذا شي انتم منتظرين اصار لكم فترة طويلة ومنتظرين موضوع زواج والموضوع قاعد يتأجل وقاعد تصير مشاكل بسبب كل ما ينفتح هذا الموضوع هذا الشخص اشوفه هجومي وممكن حتى يكون انسحب من حياتكم او حتى ممكن يكون بعد بالفترة الحالية هو على مفترق طرق محتار بينك وبين شخص ثاني اذا كنتوا بعلاقة ثلاثية او محتار بينك وبين الاهل اذا كان اكو معارضة لانه اشوف اكو طرف ثالث مخرب او موقف موضوع الزواج ببيناتكم بالفترة الحالية فهذا الشي متعبك وانت ده تحاول انه تتخذ قرار او حتى ده تحس من التلاعب من ناحية هذا الشخص وهذا الشي مؤثر على نفسيتك وشاغ لك طاقتك الحالية كل تفكيرك هو بهذا الموضوع اللي موجود اما البعض الثاني منعتكم اشوف انه انتو ممكن تكونون بالفترة الحالية داخل بالنسبة للعزاب اكو شخص داخل بحياتكم او باديين بداية جديدة او حتى انه انتو تكونون ممكن تتمرون بمرحلة استشفاء لانه ايضا هاي ورقة استار هي تعني ورقة الشفاء من بعد ازمات صدمات مريتوا بها بحياتكم ازمة انفصال طلاق ازمة وفاة ازمة صحية ايان كان الازمة اللي مرت بالسابق اشوف عدكم استشفاء بالفترة الحالية انتو بفترة شفاء عدكم مثل ما نقول يعني بديت عدكم انتو بمرحلة تجدد اكو تجدد قاعد يصير بحياتكم ممكن انتو اتخذتوا قرار انه انتو اتجددون حياتكم وبسبب اوضاعش انتو بسابق مراضين عنها تحسون اكو نقص البعض منكم ممكن يكون اكو بشارة عمل الجديد الناس اللي ما عندهم عمل من بعد فترة مريت بيها باحتياج عاطفي او حتى احتياج مادي وهسا اكو تعويض اليك المهم اشوف اكو عوض اليك اكل بعض منكم بداية جديدة او حب جديد بادي هسا بالفترة الحالية ومشغول بالا بي وديفكر وديفكر باستقرار ديفكر بزواج اه ان شاء الله نشوف هسا يعني اطاقة مفصلة تكون اكثر بالاوضاع العاطفية اما بالنسبة للصعيد العام عندك تحقيق امنية بهاي السنة يا برج الحوت امنية صار لك فترة طويلة انت منتظر انه هي تتحقق عندك تقدم على الصعيد العملي اه طبعا اشوف من بعد ركود بالصعب بالاوضاع المادية او حتى الاوضاع العملية اللي موجودة عندك اكو تقدم اكو خطوة راح تتخذها اكو عندك تقدم على الصعيد المالي اكو اه عندك نوع من حب المغامرة اكو البعض من عدكم ممكن يكون صار لفترة تارك العمل او حتى اكو وعود هواية بالعمل امورك كانت متعلقة متوقفة ممكن شخص اكو كان وعدك بعمل ولكن هذا الشخص اكتشفت من بعد فترة من الانتظار والامل اللي كان مأملك به هذا الشخص ولكن هذا الشخص طلع هو مجرد شخص ثرثار اه يتكلم بدون فائدة ويتكلم بدون عمل شخص كثير الكلام اشوفه انتعبك على الصعيد العملي قاعد يأثر عليك او حتى ممكن تكون انت متعب بالعمل ببداية السنة راح تكون خاصة اول اربعة شهر اه شوف انه اكو شخص راح ينقل كلام عنك شخص ثرثار اه ينقل اشاعات ينقل كذب ممكن حتى يحرض عليك بالعمل هذا شخص مواضح ومو صريح اه راح يتعبك يأثر عليك شوية بالعمل اول اربع اشهر من السنة اه بس انت قاعد تشوف انه انت شنت ممكن ما اخذ ريس ما اخذ استراحة وهسا بلشت راح تبلش بهاي السنة ان شاء الله او حتى ذات شنت ما اخذ اجازة او انفصلت عن عمل فاشوف راح تبدأ خلال هاي الاربعة الشهر الاولى انه تطلع من حالة الركود المادي الركود اللي صاير حتى بالعمل الروتين الممل تتغير اكو تغيير اكو حظ من جانبك راح يصير من بعد فترة من بعد اشخاص كانوا دائما يكذبون عليك انه احنا راح نلقى لك شغل احنا راح مثل اذا عندك ترقية او شين سهل لك معاملا سهل لك امر هما الاشخاص هدولي اشوف عندهم كذب متلاعبين وعودهم فارغة بس كلام ولكن الحظ من جانبك اكو مساعدة الهية اكو ايد راح تلمد لك وراح تخلي امورك تتحسن كلها خاصة المادية وتتغير الاحسن اشوف انه عندك تقدموا بهاي السنة عندك امور هواية راح تتحسن ولكن شوي وجود بعض المشاكل يعني على الصعيد الاطفي اشوف حتى على الصعيد الاسري بس الامور تتحسن كلها بصورة عامة ان شاء الله قلت لكم على الصعيد العملي الامور تمشي من بعد توقف صار لفترة ممكن صار لها اربعة تشهر هاي الامور متوقفة اشوف الامور راح تمشي راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد ووضعك المالي راح يتحسن عندك تحقيق امنية بصورة عامة بهاي السنة عندك تجدد عندك طاقة استشفاء من ازمات هواية مريت بها بالماضي بالفترة الحالية قاعد اشوفك منطلق اه دا تحاول تجدد حياتك تجدد امورك حتى تغير مكان عملك عندك انتقال ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر فكرة انتقال يعني بباله اشوف الانتقال راح يصير والانتقال راح يكون من صالحك وراح تستقرب المكان اللي راح تنتقل الى على الصعيد الصحي اشوف عندك اهمال كبير يخص الصحة امورك الصحية شوية صار لك فترة احتمال صار لكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية ولكن اه ما قاعد يحل هذا الامر ما قاعد يهتم بي ما قاعد يدارك اخطار الموقف قاعد يهمال صحته لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة لانو اشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة او حتى تنت تعاني منها اشوف مشكلة صار لها سنة عندك انت ما قاعد تشوف لها حل راح تتفاقم خاصة بعض النساء اشوف موضوع انجاب متأخر عليك ممكن يكون بسبب موضوع تابعة او موضوع عمل كان عندك بالسابق شخص من العائلة شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا شي مؤخر الانجاب عندك فلازم تشتغلين على التحصين وذا عندك تابعة او حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما اذكار مثل ما اوصيكم دائما اذكار تحصين الحسد السحر حاولوا تحصنون نفسكم على الصعيد العائلة اشوف اكو مشاكل العائلة انت قاعد تمر بيها عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية عندك تعصب يعني عندك نوع من الهجومية صاير ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخص المزوجين اشوف اكم مشاكل ببناتكم هواية ممكن البعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف به او طبعا الطرف الثالث اللي مو شرط يكون علاقة اذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك او من عائلة الشريك اللي انت تتعامل الياه دامن يدخل بحياتكم ويحاول يخربها او هو سبب المشاكل اللي موجودة فاشوف انه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية على الصعيد العائلة اشوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية اا عندك تفكير سلبي هواية مشاكل ممكن خفيفة يعني مو مشكلة شبيرة بينك وبين العائلة خلافات تصير ولكن الامور تنحال بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون انه اكو علاقة ثلاثية عند شريكهم اشوف انه انت احلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني انت عندك امنية او مثل يعني اتحاول انه اتطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال اول ثلاثة شهر من السنة من بيناتكم وراح يرجع الاستقرار اذا شنتوا يعني انتم منفصلين او حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم فاشوف انه هذا الشخص او خلال اول ثلاثة شهر او صار الثلاثة شهر هو طالع من العلاقة والعلاقة بينكم اشوف بها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل من بعد تعاب التوازن راح يرجع العلاقة والبيت راح يستقر. هاي بالنسبة للمتزوجين. يعني هاي كمشاكل عائلية. اما بالنسبة للمرتبطين. مثل ما قلت لكم اشوف البعض معتكم معتكم سيناريو طرف ثالث للمرتبطين. ممكن اكو شخص من اهل الشريك او حتى من اهلك انت معارضة العلاقة ببيناتكم. اي دائما ببيناتكم صد ورد قاعد اشوف اكو يعني طاقتكم صايرة خاصة ذات شن تتعامل ويا شخص من برج القوس فدا اشوف هواية صارت مشاكل ببيناتكم بالفترة السابقة. هذا الشخص عليه هواية ضغوطات. عليه هواية هجوم. اكو هواية ناس قاعد تحاول انه اكو مشكل مشاكل عائلية عند هذا الشخص. اذا كان برج ناري برج القوس بالاخص. او برج الاسد. او برج الحمل. بس برج القوس طالع يمي واضح. هذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية هواية. اذا ما كنت انت صاحب هاي المشاكل. وهو منشغل بها بالفترة الحالية. اكو موضوع الزواج بينتكم قاعد اشوفها دائما قاعدة تصير بي اه تأجيل. دائما يصير بي خلافات. دائما يصير مشاكل. ولكن الزواج موجود من بعد تأخير وتأجيلات محتاجة. كل اللي انت محتاجه انه انت تصبر على هذا الشخص. وتحاول انه مثل ما نقول توقف بلا تضغط عليه. لانه اشوف عنده طاقة هجوم قوية صغيرة طاقة عصبية. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين. واكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباط. او حتى الشخص اللي يتعاملون يا عنده مشاكل عائلية. هاي العلاقات الثابتة. المرتبطين صارت لهم فترة طويلة وامورهم تمام. فاصبر على هذا الشخص. وبالاخير راح تنسعدون اشوف منانا لحد نهاية السنة ان شاء الله. اكو لكم زواج اكو لكم بيت واستقرار. راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بها بالسابق. من بعد مخالفات ومعارضات هواية من الاهل. بالنسبة للناس اللي منفصلين او حتى العلاقات المتزعزة. راح اساوي لكم مياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزة. العلاقات الغير حقيقية. البعض من عدكم اشوف المنفصلين طبعا. اشوف عدكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف الثالث. طرف الثالث اللي بيناتكم. واشوف شخص متسلط متلاعب عند مكر عند حلة او حتى الشريك. ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة ماتة هوائية هذا الشريك. اشوف انه هذا الشريك عنده تلاعب. عنده مكر خداع ممكن تكون كشفت طرف ثالث عنه وممكن يكون جرحك بالكلام او فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمروا ياك بالعلاقة انت بالفترة الحالية غير متوازن. العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة. اه هذا الشخص عنده نوع من الانانية يفكره بنفسه بس. عندك مخاوف انت هاي تشمل العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة ايضا. اشوف عندك مخاوف انه انت تبدي علاقة جديدة او حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة ما عندك ثقة. انت غير مستعد انه تفتح قلبك بهاي الفترة الشديدة. انت غير قادر على انه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية. انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الازمة اللي صارت بك بالسابق او العلاقة الفاشلة اللي مريت بها وكان بها خيانة وبها انفصال مؤلم صار. يعني اكل انفصال يكون حضاري واكل انفصال يكون مؤلم اللي هو يكون بها خيانة بيكذب بيخداع بشخص يطعنك بظهرك ممكن يطعنك بالكلام حتى لانو اشوف هذا الشخص يعني مو من النوع اللي يهتم المشاعر الناس يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة وايضا كلامه جارح كلامه مو حقيقي وافكاره حتى افكاره تكون افكار حدية انه هو يفكر بنفسه اناني وما يريد الخير للاحد هو يريد الخير بس النفسه ما يهتم المشاعرك ما يهتم الاشياء اللي انت تهتم بها او حتى الاشياء اللي انت تريدها. فالمنفصلين والعزاب اشوف انه هذا الشخص متعبكم هواية اللي كان بالماضي موجود ممكن لبعض منكم صار الى ثلاثة شهر من فصل او من شهر الثالث وبالفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك بس راح يقول كلام كذب فانت اقطع من هسه اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه وخليك منفتح افتح قلبك للعلاقات الجديدة الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة ان شاء الله شوفهم راح يكونون منصارحك خاصة اذا كانت الطاقة مائية فانت قلت عندك نوع من يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد الهجوم المخاوف انت مريت بهواية ازمات هواية انجرحت من الشخص اللي تنت منفصل عنه بالماضي هذا الشخص تعبك بهواية انت بالفترة الحالية ما خلي حاجز بينك وبين الناس بينك وبين العلاقات بينك وبين العاطفة خاصة هسه راح احتي على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين يعني بالاخص فاشوف عندك طاقة الدفاع الحماية يعني تريد تحمي نفسك تحاول تحمي مشاعرك تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجرحوك عندك مخاوف وقلق بالنسبة للرجوع للناس المطلقين اشوف من بعد فترة كانت الامور بيناتكم معلقة من بعد فترة شنت غير قادر على اتخاذ القرار ممكن انت او الشريك شان محتار بين قرارين شونتو واصلين المفترق طرق الامور بيناتكم معلقة اكو شخص منكم يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة راح شاف طريقة اه حسب ما انتش تتفكر ولكن العودة موجودة من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان وما كان قادر يتخذ القرار والامر بينكم معلق صار لفترة طويلة قاعد اشوف التمام الفصلين جديد رجوع بيناتكم موجود وحقكم راح يرجع من هذا الشخص هذا شخص حقكم راح يرجع من عنده الرجوع بينكم موجود خاصا الناس اللي بيناتكم طفل راح يكون الطفل عذر هذا شخص اشوف شوية عنده كبرياء فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك انا اريد ارجع اذا كان بيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا طفل او بعذر انه هذا الطفل محتاجك خلي الطفل اللي بيناتنا يتربى بيننا اثنينة لانه شوف عنده نوع من الكبرياء الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا اكو تجدد اللي الحب والعلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفه طالع من العلاقة فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا شنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان برج الجوزاء طبعا هاي القراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبدائم ممكن تنطبق منها لبعض منكم بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي ناوين يردون الرجوع فالرجوع موجود اتجدد بالحب موجود اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح ببيناتكم وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامل انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص ولكن هذا الشخص اشوفه راجع والكارما راح تكون وياك وحقك راح تاخذ من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول من بعد متاعب مريت بيها وياه من بعد خيانة ممكن تكون حتى مريت بيها اشوفه نادم وراح يرجع وراح يحاول انه يصال حق ويصر عنده نوع من النضج العاطفي بينكم وبينها البعض منكم اشوفوا التواصل بيناتكم جدا جدا عالي يعني اكو تواصل روحاني بينكم عالي اكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام فهذا الشخص راجع ان شاء الله والله يهدي سركم ويصلح الحال بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك انه انت راح تمر بازمات بهاي السنة يا برج الحوت ولكن كل اللي اطلبه من عندك انه انت تكون قوي تكون قادر على الغفران قادر على مسامحة الاشخاص اللي اذوك بحياتك حتى تعدي الازمات ممكن تكون انت مار بازمة اساسا انو هاي الازمة بعدها لحد من الماضي قاعد تفكر بها التحدي اللي قدامك انو انت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك اتباوع على الفرص اللي موجودة قدامك البعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مار بيها بالفقدان بخيبة الامل شوفوا انو ما قاعد يشوفوا الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامه بالفترة الحالية اكو فرصة هواية عندك انت منطيها ظهرك ومتطلع بس على الماضي ابدأ حياتك من جديد التحدي اللي قدامك انو انت ما تخلي شي يوقفك بهاي السنة كلها سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعدها مصاير وفراح يصير فانت لازم انو تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك لانو اساسا نقاط نقاط ضعفك انو انت ما قاد ما تقدر تسيطر على مشاعرك انت غير قادر على انو انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة فنقاط ضعفك انو انت تتحكم بمشاعرك تكون صلب تكون قوي تاخد طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة فانت نقاط ضعفك انو انت انت فاقد قوتك فاقد عزمك فاقد الارادة الازمة هاي اللي مريت بها او حتى راح تمر بيها راح تأثر عليك هواية وحتسبب لك نقطة ضعف انو انت دائما تطلع تباوع للماضي متباوع الامام شنو الاشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك اتفائل وفكر بايجابية كون قوي وانت قادر على انو تتخطى اي ازمة وممكن تمر بحياتك طبعا ده حسب ما اذكر برج الحوت انتو اساسا بشهر 12 كانت اموركم ايضا متعبة واني كان الفيديو وقلت لكم هذا الوقت سيمضي فهذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن بالنسبة لنقاط قوتك اشوف انو انت عندك هواية فرص لانو قلت لك هي نقاط ضعف نقاط القوة التحديات انا قاعد اشوف الاوراق اساسا انو هي الاوراق مرتبطة ببعضها يعني كقراءة واحدة يعني هسا دا نريد نقراها الاوراق ثلاثتهم هي اخليهم واقراهم هي قراءة موحدة انت نقاط القوة اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجودة انو انت قاعد تباوع على الماضي ومنطي ظهرك الفرص جديدة نقاط القوة انو انت اولا انت عندك طموحات عندك احلام هواية عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل عالوي الناس الناس تحبك عندك هواية فرص جديدة تجيك وراح تجيك فرص راح تكون اكو فرص هواية امامك نقاط القوة اللي عندك انو انت تعرف تختار وتباوع للامام تنطي ظهرك للماضي الفرص اللي موجودة عندك هنانا اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مرت بها بالماضي ممكن يكون البعض من عندكم مر بثلاث خسارات واحدة وراء الثانية وهذا شيء يعني خلا ينهد خلا حيلة ينهد خلا امورها يعني او انت حتى ممكن وبحياتك مار بثلاث خسارات وهي السبب انو استمرت وياك لحد الان انت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الازمات اللي مريت بيها او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعمل ثلاث اعمال انت دخلت بيها وفشلت فاشوف انو الفرص الجديدة موجودة انت القوة لازم تكون عندك لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مقلوبة لازم تصير عدلة وتصير قوي تروض الناس هذي المرأة تروض الاسد قاعدة فانت قوي لازم تستعيد قوتك وتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها واترك الماضي ورا ظهرك وحاول انو تفكر بايجابية وحاول انو تفكر باتش وشن اللي راح تصير انت راح تتخذ هاي الخطوة اساسا يعني هاي الطاقة اشوفها مال الحزن والخسارة بس اول ثلاثة شهر من السنة وبعدها راح تعد راح تبدي تنطلق شوي شوي ان شاء الله فكل التوفيق لكم برج الحوت ان شاء الله التوقعات الايجابية كلها تتحقق واريدكم اخوة اريدكم تستعدون قوتكم تستعدون صحتكم حتى لانو صحتكم همينة اشوف بها مشاكل وما قاعد عدكم كسل كسل برج الحوت كافي كسل انطلق خلي هاي السنة تكون بداية جديدة اليك بداية حلوة بداية شغل جديد بداية حتى على الصعيد العاطفي مصالحات اذا تشنت مشاكل عائلية عندك اذا تشنت ضعيف حاول تقوي نفسك تستشفي انت عندك هواية اوراق شفاء فلازم تستشفي من هاي الازمة اللي مريت بها بالسابق وصدمة اللي عشت بها ما راح تتكرروا ان شاء الله كل التوفيق لكم برج الحوت وتلتقيكم ان شاء الله بتوقعات شهر الواحد مع السلامة اشتركوا في القناة